فإذن أحبائي يسوع المسيح اللي ولد في بيت لحم هو عم نؤيل هو الإله القدير هو أباً أبدياً وكمان أيضاً نستطيع أن نقول أب الأبد هيك التفسير باللغة الأب الأبد أو أب الأبدي مثل ما البعض فسرها وإنه يملك من الآن وإلى الأبد فالمسيح هو الملك الذي سيملك ثم أحبائي خلينا أتكلم عن آية سريعة في ميخا إصحاح 5 والآية 2 اللي بتتكلم عن مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أما أنت يا بيت لحم وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهودا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلط على إسرائيل فإذن النبوة تمت في أيام أغسطس لما أصدر القانون أو أنه كل واحد يروح لبلده مسقط رأسه طبعاً يوسف ومريم من نسل داود راحوا لبيت لحم من اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليقتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وهناك ولدت يسوع المسيح ولما جاء الحكماء من المشرق سألوا أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له سأل رؤساء الدين هيرودوس أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية اليهودية لأنه في بيت لحم الجليلية قريبة من الناصرة وتنبأ أو تكلم عن نبوة التي تمت فإذا هذا الإله القدير الأب أو أبو الأبد عم نئيل الله معنا ولد من عذراء في بيت لحم لتتميم النبوة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل وطبعا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم اشتركوا في القناة